تحول موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في محافظة الإسكندرية إلى دفتر عزاء بعد وفاة الدكتور سعيد متولي طبيب البسطاء أمس السبتة صاحب أرخص كشف بخمس جنيهات فقط لأهالي القرى والنجوع في غرب الإسكندرية بعد رحلة عطاء طويلة سخر فيها مهنته وخبرته وحياته لمهمة علاج الفقراء وتخفيف آلامهم الدكتور سعيد متولي الملقب بطبيب السعادة أو طبيب البسطاء كما كان يلقبه أهالي منطقة الكنج ماريوت والعامرية والقرى والنجوع غرب الإسكندرية نظراً لأنه كان يكشف مجاناً بأغلب الحالات وهو صاحب أقل سعر كشف في مصر خمس جنيهات متضمناً التحاليل الخاصة بالمريض أيضاً كان الدكتور سعيد متولي رفض أن يظهر في أي وسيلة إعلامية مقرؤة أو مسموعة وكان يردد دائماً أنه يعمل لوجه الله تعالى ولا يريد الظهور الإعلامية وسادت حالة من الحزن بين أهالي مناطق الكنج والعامرية حزناً على الدكتور سعيد متولي بعد علمهم بوفاته وانتشرت برقيات العزاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حزناً عليه خاصة من تعامل معه من غير القادرين اشتركوا في القناة